هل تريد أن تتكلم اللغة الإسبانية بطريقة مبسطة وسهلة ولا تعرف من أين تبدأ؟ فإذا في درسنا اليوم سوف نتعلم ثلاثة كلمات أساسية ستجعلك تتكلم الإسبانية نعم ستجعلك تتكلم الإسبانية لأنها سوف تساعدك في تعلم الكثير من العبارات وأنا هنا أتكلم عن الآلاف نعم الآلاف من العبارات أيضاً عزيزي المشاهد إذا عجبك هذا الدرس أريد منك أن تترك لنا تعليقاً في قسم التعليقات الآن لا أريد أن أطيل عليك فلنبدأ الدرس سنتعلم في هذا الدرس تركيبتين أول تركيبة نيثي سيتو زائد بيربو تنير كي زائد بيربو آي كي زائد بيربو بيربو هو فعل والفعل سوف يكون فعل إنفينيتيبو غير مصرف لنبدأ الآن كيف أقول في اللغة الإسبانية أحتاج للسفر أحتاج للسفر فكر جيداً عزيزي المشاهد أحسنت نيثي سيتو بي أخر نيثي سيتو بي أخر دائماً الفعل الذي يأتي من بعد نيثي سيتو يكون بيربو إنفينيتيبو بمعنى فعل غير مصرف هنا بي أخر هو الفعل الغير مصرف أي بمعنى هو فعل في حالته الأصلية نيثي سيتو بي أخر كيف أقول في اللغة الإسبانية أحتاج للسفر كثيراً أحسنت نيثي سيتو بي أخر موشو نيثي سيتو بي أخر موشو نضع موشو بعد بي أخر بعد الفعل نيثي سيتو يو نيثي سيتو أنا أحتاج بي أخر السفر موشو نيثي سيتو بي أخر موشو كيف أقول في اللغة الإسبانية أحتاج للسفر كثيراً لأرتاح فكر جيداً عزيزي المشاهد أحسنت Necesito biagar mucho para descansar Para descansar تعني لأرتاح Necesito biagar mucho أحتاج للسفر كثيراً لماذا؟ Para descansar لقد شاهدنا الآن Necesito زائد بربو لننتقل الآن إلى Tener que زائد بربو كيف ألا نقول في اللغة الإسبانية يتوجب علي زهاب إلى العمل أو يجب علي زهاب إلى العمل أعطينا الإجابة أحسنت Tengo que ir al trabajo Tengo que ir al trabajo فإذا Estoy cansado Tengo que ir al trabajo Pero estoy cansado Cansado تعني متعب Estoy cansado تعني إنني متعب Pero estoy cansado تعني ولكنني متعب Tengo que ir al trabajo Pero estoy cansado Tengo que ir al trabajo Tengo que ir al trabajo Pero estoy cansado Que ir al trabajo I can ir al trabajo I can ir al trabajo تعني من الضروري Ir al trabajo تعني الذهاب إلى العمل دائما من بعد Tengo que أو I can نضع فعل غير مصرف بربو infinitivo هنا الحالة هي ir I can ir al trabajo Ir تعني الذهاب أو أن الذهاب كيف أقول في اللغة الإسبانية من الضروري الذهاب إلى العمل حتى لو كنت متعبا تذكر جيدا عزيز المشاهد أحسنت Hay que ir al trabajo aunque حتى لو aunque estás cansado Hay que ir al trabajo aunque estás cansado Aunque تعني حتى لو estás cansado تعني أن متعبا Hay que ir al trabajo aunque estás cansado حتى لو أنت متعبا كيف أقول في اللغة الإسبانية من الضروري الذهاب إلى العمل حتى لو أنت متعبا لا يجب عليك أن ترتاح كثيرا فكر جيدا عزيز المشاهد أحسنت Hay que ir al trabajo aunque estás cansado No tienes que descansar mucho No tienes يعني لا يجب عليك descansar mucho أن ترتاح كثيرا No tienes que descansar mucho Hay que ir al trabajo aunque estás cansado No tienes que descansar mucho الآن سوف نتعلم التركيب الثانية Necesito زائد sustantivo sustantivo تعني الاسم Tener زائد sustantivo sustantivo أيضا تعني الاسم Hay زائد sustantivo هنا لا نرى فعل يأتي من بعد necesito أو من بعد tener que فقط نرى اسم مثلا كيف أقول أحتاج إلى القهوة سهلا أحسن Necesito un café Necesito un café Necesito un café كيف أقول أحتاج إلى القهوة الآن Necesito un café ahora Necesito un café ahora Necesito un café ahora para despertar bien Necesito un café ahora para despertar bien Necesito un café ahora para despertar bien para despertar bien تعني Le cae a stikes a le a stikes جيد ahora كيف أقول لدي سيارة نتحدث هنا عن فعل tener أحسن أحسن un coche tengo un coche tengo un coche tengo un coche كيف أقول لدي سيارة حمراء tengo un coche rojo tengo un coche rojo un coche هو el sustantivo هو الاسم الذي أتى من بعد tengo tengo un coche rojo rojo هو الن tengo un coche rojo لدي سيارة حمراء كيف أقول لدي سيارة حمراء ولكن أريد بيعها أحسن tengo un coche rojo pero quiero venderlo tengo un coche rojo pero ولكن أو لكن quiero venderlo أريد بيع tengo coche rojo pero quiero venderlo أنا كيف أقول هناك حفلة I una fiesta I هناك أو يوجد una fiesta حفلة una fiesta هي sustantivo هي الاسم الذي آتى من بعد I I una fiesta هناك حفلة كيف أقول هناك حفلة في المدرسة I una fiesta en instituto hay una fiesta en instituto hay una fiesta en instituto كيف نقول في اللغة الاسpanية هناك حفلة في المدرسة لكن طفلي لا يريد الذهاب فكر جيدا أحسنت hay una fiesta en instituto pero mininio no quiere ir hay una fiesta en instituto pero mininio no quiere ir لا يريد الذهاب الآن عزيزي المشاهد أريد منك أن تشاهد الدروس الموجودة على الشاشة لأنها دروس جدا مهمة وسوف تساعدك في تعلم اللغة الإسبانية بشكل السرعة أنا أريد منك أن تشترك بالقناة وأن تفاعل زر الجرس وأن تضغط على زر الأعجاب إذا عجبك هذا الدرس